أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال أنبأنا بن جريج قال أنبأنا هشام بن حسان القردوسي أنه سمع بن سيرين يقول سمعت أبا بريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلق الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار حدثنا مجهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل عن مغمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيعن حاضر لباد ولا تناجش ولا يساوي من الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما فيها إنائها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والليث واللفظ له عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن المنذر بن عبيد عن القاسم بن محمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثنا أبي عن الزهري أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يبيع حاضر النباد ولا تناجش ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاقا أخرى لتكتفئ ما في إنائها حدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد ولا تناجش ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ به ما في صحفتها أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر وعيسى بن يونس قال حدثنا الأخضر بن عجدان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه وعن المنابذة وهي طرح الرجل ثوب إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلب أو ينظر إليه أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة أخبرنا محمد بن المصف بن بهلول عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال سمعت سعيدا يقول سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة والملامسة أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايعا على ذلك أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عامر بن سعد أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه وعن المنابذة والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع أخبرنا هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن برقان قال بلغني عن الزهري عن سالين عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين أما البيعتين فالمنابذة والملامسة وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك توبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسة وأما المنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحوا من هذا الوسط أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا عن عبيد الله قال أخبرني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهاي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر أخبرنا قطيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه نها البائع والمشتري أخبرنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه أخبرني يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد وأبو سلم أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر قال ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثله سواء أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا حنظلة قال سمعت طاوسا يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء سمعت جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم ورخص في العرايا أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشاب عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النفل حتى يطعم أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السمار حتى تزهي قيل يا رسول الله وما تزهي قال حتى تحمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمر فبما يأخذ أحدكم ما لأ فيه أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق أخبرنا إشام بن عمار قال حدثنا يحي بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد أنه سمع ابن جريج يحدث عن أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه وذكر شيئا على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن حميد وهو الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وثاء دينه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق قال قتيبة عتيق بالكاف والصواب عتيق عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر سنين أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ابن عمر حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد لي وإن نقصف عليه أخبرنا قطيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالكمر كيلا وبيع الكرن بالزبيل كيلا أخبرنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيد عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة أخبرنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا قال الحارث بن مسكين خراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونث عن ابن شهاب قال حدثني خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بالتمر والرطب أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا تباع بخرصها حدثنا عيسى بن حمد قال حدثنا الليث عن يحيا بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمر أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سالما أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر يقول إن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك أخبرنا إسحاق بن منصور ويعتوب بن ابراهيم واللفظ له عن عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوثق أو ما دون خمسة أوثق أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيا عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه أذن لهم أخبرنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيا عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا مالك قال حدثني عبد الله بن يزيد عن زيد بن أبي عياش عن سعد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد بن يوزف الفريابي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن زيد عن سعد بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر وقال أينقص إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه أخبرنا إبراهيم بن حسن قال حدثنا حجاج قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع سمر حائطه وإن كان نفلا بتمر كيلة وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلة وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا بن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وعن بيع الثمر قبل أن يطعم وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النفلة حتى تزهوى وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاق نهى البائع والمشتري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال يا رسول الله إنا لا نجد الصيحانية ولا العثق بجمع التمر حتى نزيدهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعه بالورق ثم اشتربه أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين بالثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا أخبرنا نصر بن علي وإسماعيل بن مسعود واللطلة عن خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر غيان وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلا فيه يبص فقال أنا لكم هذا قالوا ابتعناه صاعا لصاعين من تمرنا فقال لا تفعل فإن هذا لا يصح ولكن بيع تمرك واشتري من هذا حاجتك حدثني إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشاب عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الخدري قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى وهو ابن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو سعيد قال كنا نبيع تمر الجمع صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى وهو ابن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عقبة بن عبد الغافر قال حدثني أبو سعيد قال أتى بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال ما هذا قال اشتريته صاعا بصاعي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوه عين الربى لا تقرب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب بالورق ربا إلا هاء وها والتمر بالتمر ربا إلا هاء وها والبر بالبر ربا إلا هاء وها والشعير بالشعير ربا إلا هاء وها أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا بن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوان أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيل قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيق قالا جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية حدثهم عبادة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر إلا مثلا بمثل يدا بيد وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا قال أحدهما فمن زاد أو ازداد فقد أربى أخبرنا المؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال حدثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد وقد كان يدعى ابن هرمز قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية حدثهم عبادة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل قال أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربا ولم يقله الآخر وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد قال حدثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد قالا جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية فقال عبادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقل الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل قال أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربا ولم يقل الآخر وأمرنا النبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا فبلغ هذا الحديث معاوية فقام فقال ما بال رجال يحدثون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحبناه ولم نسمعه منه فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فقام فأعاد الحديث فقال لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رغم معاوية خالفه قتادة رواه عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعف عن عبادة أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعف الصنعاني عن عبادة بن الصامت وكان بجريا وكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخاف في الله لوم تلائم أن عبادة قام خطيبا فقال أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي ألا إن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبرها وعينها وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد والفضة أكثرهما ولا تصلح النسيئة ألا إن البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمدى ولا بأس ببيع الشعير بالحمطة يدا بيد والشعير أكثرهما ولا يصلح نسيئة ألا وإن التمر بالتمر مديا بمدى حتى ذكر الملح مدا بمدى أمن زاد أو استزاد فقد أرغى أخبرنا محمد بن المتنى ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا عمر بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعة الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير سواء بسواء مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربع والنفذ لمحمد لم يذكر يعقوب والشعير بالشعير أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن سليمان بن علي أن أبا المتوكل مر بهم في السوق فقام إليه قوم أنا منهم قال قلنا أتيناك لنسألك عن الصرف قال سمعت أبا سعيد الخدري قال له رجل ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي سعيد الخدري قال ليس بيني وبينه غيره قال فإن الذهب بالذهب والورق بالورق قال سليمان أو قال والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء فمن زاد على ذلك أو ازداد فقد أربع والآخذ والمعطي فيه سواء أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال قال إسماعيل حدثنا حكيم بن جابر وأنبأنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيا عن إسماعيل قال حدثنا حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب الكفة بالكفة ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة فقال معاوية إن هذا لا يقول شيئا قال عبادة إني والله ما أبالي أن لا أكون بأرض يكون بها معاوية إني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد قال قال عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا أخبرنا واسل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربع أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخضغي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز أخبرنا حميد بن مسعدة وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن أبي سعيد الخضغي قال بصر عيني وسنع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر النهي عن الذهب بالذهب والورق بالورق إلا سواء بسواء مثلا بمثل ولا تبيعوا غائبا بناجز ولا تشفوا أحدهما على الآخر حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينار ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينار فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا ليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز فأردت أن أبيعها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افصل بعضها من بعض ثم بعها أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمر عن أبي من هاري قال باع شريك لي ورقا بنسيئة فجاءني فأخبرني فقلت هذا لا يصلح فقال قد والله بعته في السوق وما عابه علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم إلينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس وما كان نسيئة فهو ربا ثم قال لي ائت زيد بن أرقم فأتيته فسألته فقال مثل ذلك أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن دينار وعامر بن مصعب أنه ما سمعاء بل منها ليقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت أبل منها لقال سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه خير مني وأعلم فقال فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينا بعين سواء بسواء ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينا بعين سواء بسواء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايع الذهب بالفضة كيف شئتم والفضة بالذهب كيف شئتم أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربان إلا في النسيئة أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر عن أبي صالح سمع أبا سعيد الخدري يقول قلت لابن عباس أرأيت هذا الذي تقول أشيئا وجدته في كتاب الله عز وجل أو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وجدته في كتاب الله عز وجل ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسامة بن زيد أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة أخبرني أحمد بن يحيا عن أبي نعيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقلت يا رسول الله إني أريد أن أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينك ما شيء أخبرنا كتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن ابن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال أنبأنا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير أخبرنا محمد بن بشار قال أنبأنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الهذي عن إبراهيم في قبض الدنانير من الدراهم أنه كان يكرهها إذا كان من قبض أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن موسى بن شهاب عن سعيد بن جبير أنه كان لا يرى بأسا وإن كان من قبض أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير بمثله قال أبو عبد الرحمن كذا وجدته في هذا الموضع أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى عن حمد بن سلم عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم قال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني محارب بن دثار عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا بنزان فوزن لي وزادني أخبرنا محمد بن منصور ومحمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن مسعر عن محارب بن دثار عن جابر قال قضاني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادني أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنا ووزان يزل بالأجر فاشترى منا سراويل فقال للوزان زن وأرجح أخبرنا محمد بن المسنى ومحمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت أبا صفوان قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل قبل الإجر فأرجحني أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن الملائي عن سفيان وأنبأنا محمد بن إبراهيم قال أنبأنا أبو نعيم عن سفيان عن حمظلة عن طاوس عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة واللفظ الإسحاق أخبرنا محمد بن سلمة والحارف بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه أخبرنا محمد بن حرب قال حدثنا قاسم عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقتاله أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن عمر عن طاوس عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله والذي قبله حتى يقبضه أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن طاوس قال سمعت ابن عباس يقول أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يستوفى الطعام أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه قال ابن عباس أحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج بن محمد قال قال ابن جريت أخبرني عطاء عن صفوان بن موهب أنه أخبر عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريت وأخبرني عطاء ذلك عن عبد الله بن عصمة الجشمي عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا سليمان بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم قال قال حكيم بن حزام ابتعت طعاما من طعام الصدق فربيحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تبعه حتى تقبضه أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سوى قبل أن نبيع أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أنهم كانوا يبتاعون على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى السوق جزافة فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن ليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع أن ابن عمر حدثهم أنهم كانوا يبتاعون الطعام على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركبان فنهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد عن معمر عن زهري عن سالم عن أبيه قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعام جزافة أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم أخبرني محمد بن آدم عن حفظ بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما إلى أجل ورهانه درع أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاذة عن أنس بن مالك أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة قال ولقد رهن درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله أخبرنا عمر بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد قال حدثنا أيوب عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرقان في بيع ولا بيع ما ليس عنده أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء قال عثمان هو محمد بن سيف عن بطر الوراق عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على رجل بيع فيما لا يملك حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن يوسف بن مانك عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق قال لا تبع ما ليس عندك أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا عن شعبة عن عبد الله بن أبي المجالب قال سألت ابن أبي أوفى عن السلف قال كنا مثلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في البر والشعير والتمر إلى قوم لا أدري أعندهم أم لا وابن أبزى قال مثل ذلك أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال حدثنا ابن أبي المجالب وقال مرة عبد الله وقال مرة محمد قال تمار أبو بردة وعبد الله بن شداد في السلم فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر في البر والشعير والزبيب والتمر إلى قوم ما نرى عندهم وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك أخبرنا ختيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهار قال سمعت ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يثلفون في التمر السنتين والثلاث فنهاهم وقال من أسلف سلفا بل يثلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فأتاه يتقاضاه بكرا وقال لرجل انطلق فابتع له بكرا فأتاه وقال ما أصبت إلا بكرا رباعيا خيارا فقال أعطيه فإن خير المسلمين أحسنهم قضاءا أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه فلم يجدوا إلا سن فوق سنه قال أعطوه فقال أوفيتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاءا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال سمعت سعيد بن هانئ يقول سمعت عرباط بن سارية يقول بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيته أتقاضاه فقال أجل لا أقضيكها إلا نجية فقضاني فأحسن قضائي وجاءه أعرابي يتقاضاه سنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا فأعطوه يومئذ جملا فقال هذا خير من سني فقال خيركم خيركم قضاءا أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن زريع وخالد بن الحارف قالوا حدثنا شعبة وأخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الحسن بن صالح عن ابن أبي عروبة عن قتاله عن الحسن عن سورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلف في حبل الحبلة ربا أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة أخبرنا قتيبة قال قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة أصبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع جزورا إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان وهو ابن عتيق عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يزيد بن ذريع قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة قال أنبأنا اكرمة عن عائشة قال كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين خطريين وكان إذا جلس فعرخ فيهما فقلا عليه وقدم لفلان اليهودية بز من الشأم فقلت لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد محمد إنما يريد أن يذهب بماري أو يذهب بهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جبده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع ورب ما لم يضمن أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمر بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا رب ما لم يضمن أخبرنا محمد بن رفع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن أخبرنا عمر بن علي ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا أبو سلم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونث عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمقابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب وأخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أنبأنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ورخص في العرايا أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا سعد أن ابن يحيا عن زكريا عن عامر عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأعيا جملي فأردت أن أثيبه فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له فضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعنيه بوقية قلت لا قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى المدينة فلما بلغنا المدينة أتيته بالجمل وابتغيت ثمنه ثم رجعت وأرسل إلي فقال أتراني إنما ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك أخبرنا محمد بن يحيا بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي عن جابر قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا ثم ذكرت الحديث بقوله ثم ذكر كلاما معناه فأزخف الجمل فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فانتشط حتى كان أمام الجيش فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر ما أرى جملك إلا قد انتشط قلت ببركتك يا رسول الله قال بعنيه ولك ظهره حتى تقدم فبعته وكانت لي إليه حاجة شديدة ولكن استحييت منه لما قضينا غزاتنا ودنونا استأذنته بالتعجيل فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال أذكرا تزوجت أم ثيبا قلت بل ثيبا يا رسول الله إن عبد الله بن عمر أصيب وترك جواري أبكارا فكربت أن آتيهن بمثلهن فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن فأذن لي وقال لي ائت أهلك عشاء فلما قدمت أخبرت خالي ببيع الجمل فلا مني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوت بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهما مع الناس حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعب عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على جمل فقال ما لك في آخر الناس قلت أعيا بعيري فأخذ بذنبه ثم زجره فإن كنت إنما أنا في أول الناس يهمني رأسه فلما دنونا من المدينة قال ما فعل الجمل بعنيه قلت لا بل هو لك يا رسول الله قال لا بل بعنيه قلت لا بل هو لك قال لا بل بعنيه قد أخذته بوقية اركب فإذا قدمت المدينة فأتنا به فلما قدمت المدينة جئته به فقال لبلال يا بلال زنه أوقية وزده قيراطا قلت هذا شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفارقني فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحر فأخذوا منا ما أخذوا أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت على ناضح لنا سوء فقلت لا يزال لنا ناضح سوء يا لهفا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعنيه يا جابر قلت بل هو لك يا رسول الله قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه قد أخذته بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره إلى المدينة فلما قدمت المدينة هيأته فذهبت به إليه فقال يا بلال أعطه ثمنه فلما أدبرت دعاني فخفت أن يرده فقال هو لك أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نظرة عن جابر بن عبد الله قال كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قلت نعم هو لك يا نبي الله قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قلت نعم هو لك يا نبي الله قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قلت نعم هو لك قال أبو نظرة وكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق قالت فأعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فاختارت نفسها وكان زوجها حرا أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للأتق وأنهم اشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل هذا تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية وخيرت أخبرنا قطيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعطيقها فقال أهلها نبيعكها على أن الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن عمر بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالة أن يغطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن لحم كل ذيناب من السباع أخبرنا عمر بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا يحيا وهو ابن حمزة عن الزبيدي أن الزهري أخبر عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدث وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي واستتبعه ليقبض ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي وطفق الرجال يتعرضون لأعرابي فيتومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه فقال أليس قد ابتعته منك قال لا والله ما بعتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي وهما يتراجعان وطفق الأعرابي يقول هلما شاهدا يشهد أني قد بعتك قال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بعته قال فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال لم تشهد قال بتصديقك يا رسول الله قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين أخبرنا محمد بن إدريس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن أبي عميس قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعف عن أبيه عن جده قال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينه فهو ما يقول رب السلعة أو يتركاه أخبرني إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد وعبد الرحمن بن خالد واللفظ لإبراهيم قالوا حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد قال حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة فقال أحدهما أخذتها بكذا وكذا وقال هذا بعتها بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتي ابن مسعود في مثل هذا فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء أترك أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنزيئة وأعطاه درعا له رأنا أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام عن أكرمة عن ابن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لأهله أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمان مئة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل من أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل من ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أنا رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب لم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه فاشتراه معيم بن عبد الله بثمان مئة درهم فدفعها إليه وقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا فعلى قرابته أو على ذي رحمه فإن كان فضلا فها هنا وها هنا أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وابن أبي خالد عن سلمة بيكهيل عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترقون شروطا ليس في كتاب الله فمن اشترط شيئا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مئة شرط وشرط الله أحق وأوفق أخبرنا يونث بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونث والليث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة أنها قالت جاءت ذريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ونفست فيها ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولا أكلي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ذلك لنا فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي إن الولاء لمن أعتق ففعل وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله تعالى ثم قال أما بعد فما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليست في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته أخبرنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته أخبرنا عبيد بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته أخبرنا الحسين بن حريث قال قال حدثنا الفضل بن موسى السناني عن حسين بن واقد عن أيوب السخياني عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء أخبرنا قتيبة عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن واللفظ له قال حدثنا سفيان عن عمر بن دينار قال سمعت أبا منها ليقول سمعت إياس بن عمر وقال مرة بن عبد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء قال قتيبة لم أفقه عنه بعض حروف أب المنهال كما أردت أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمر عن أب المنهال عن إياس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء وباع قيم الوهط فضل ماء الوهط فكرهه عبد الله بن عمر أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال ابن جريت أخبرني عمر بن دينار أن أبل منها لأخبره أن إياس بن عبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا فضل الماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل ابن عباس عما يُعصر من العنر قال ابن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله عز وجل حرمها فسار ولم أفهم ما سار كما أردت فسألت إنسانا إلى جنبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته قال أمرته أن يبيعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت آيات الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاهن على الناس ثم حرمت تجارة في الخمر حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا سعيد بن عيسى قال أنبأنا المفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء حرمها وثمن الكلب أخبرني إبراهيم بن الحسن قال أنبأنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد قال أبو عبد الرحمن هذا منكر أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلع بها السفن ويدهن بها الجدود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها جملوا ثم باعوه فأكلوا ثمنه أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء وبيع الأرض للحرث يبيع الرجل أرضه وماءه فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم وأنبأنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحم أخبرنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرواسي قال حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أنس بن مالك قال جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن عسب الفحل فنهاه عن ذلك فقال إنا نكرم على ذلك حدثنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت ابن أبي نعم قال سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكل وعن عسب الفحل أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل أخبرنا واسل بن عبد الأعلى قال حدثنا بن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيا عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي ممرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره أخبرني عبد الرحمن بن خالد وإبراهيم بن الحسن واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني بن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمر بن حزم أخبر أن عمر بن عبد العزيز حدث عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باع أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال حدثني الليث بن سعد وعمر بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عياد بن عبد الله عن أبي سعيد الخضري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها وكثر دينه وكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج عن أكرمة بن خالد قال حدثني أسيد بن حضير بن سماك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم فإن شاء أخذها بمشتراها وإن شاء اتبع سارقه وقضى بذلك أبو بكر وعمر أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا سعيد بن ذؤيب قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج ولقد أخبرني أكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير الأنصري ثم أحد بني حارثة أخبره أنه كان عاملا على اليمام وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه سلق فهو أحق بها حيث وجدها ثم كتب بذلك مروان إليه فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان فبعث مروان بكتابي إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان أنك لست أنت ولا أسيد تقضيان عليه ولكني أقضي فيما وليت عليكما فأنفذ بما أمرتك به فبعث مروان بكتاب معاوية فقلت لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية حدثنا محمد بن داود قال حدثنا عمر بن عون قال حدثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتابة عن الحسن عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البائع من باعه أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتابة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما حدثنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبيه عن جده قال استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألفا فجاءه مال فدفعه إلي وقال بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال سبحان الله ماذا نجزل من التشديد فسكتنا وفزعنا فلما كان من الغد سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نجزل فقال والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن أبيه عن الشعبي عن سمعان عن سمرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال أها هنا من بني فلان أحد ثلاثا فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين أن لا تكون أجبتني أما إني لم أنوه بك إلا بخير إن فلانا لرجل منهم مات مأسورا بذينه أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن زياد بن عمر بن هند عن عمران بن حذيفة قال كانت ميمونة تدان وتكسر فقال لها أهلها في ذلك ولأموها ووجدوا عليها فقالت لا أترك الدين وقد سمعت خليلي وصفي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدان دينا فعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن الأعمش عن حسين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت فقيل لها يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل أخبرنا قتيبة بن شعيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع والظلم مطل الغني أخبرني محمد بن آدم قال حدثنا بن المبارك عن وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمر بن الشريد عن أبيه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا وبر بن أبي دليلة الطائفي عن محمد بن ميمون بن مسيكة وأثنى عليه خيرا عن عمر بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبة حدثنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع والبطل عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أخبرنا محمد بن عبد الأهلى قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رجلا من الأنصار أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال إن على صاحبكم دينا فقال أبو قتادة أنا أتكفل به قال بالوفاء قال بالوفاء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثني علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خياركم أحسنكم قضاء أخبرنا عيسى بن حمد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداهم الناس فيقول لرسوله هذ ما تيسر وترك ما عثر وتجاوز لعل الله تعالى أن يتجاوز عنها ولما هلك قال الله عز وجل له هل عملت خيرا قط قال لا إلا أنه كان لي غلام وكنت أدائل الناس فإذا بعثته ليتقاضى قلت له خذ ما تيسر وترك ما عثر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنها قال الله تعالى قد تجاوزت عنك أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيا قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يدائل الناس وكان إذا رأى إعسار المعصر قال لفتاة تجاوز عنه لعل الله تعالى يتجاوز عنها فلقي الله فتجاوز عنه أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن علية عن يونس عن عطاء بن فروخ عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله عز وجل رجلاً كان سهلاً كان سهلاً مشترياً وبائعاً وقاضياً ومقتضياً لجنة أخبرني عمر بن علي قال حدثنا يحيا عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركاً له في عبد أتم ما بقي في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركاً له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بخيمة العبد فهو عتيق من ماله أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأن ابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمر بن الشري عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقابه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن عمر بن الشري عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شريكة ولا قسمة إلا الجوار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه أخبرنا هلال بن بشر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن معمر عن زري عن أبي سلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين وهو بن واقد عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار أخبرنا محمد بن يحيا قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قطر أبو الهيثن قال حدثنا أبو يزيد المدني عن أكرمة عن ابن عباس قال أول قسامة كانت في الجاهلية كان رجل من بني هاشم استأجر رجلا من قريش من فخد أحدهم قال فانطلق معه في إبله فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت أروة جوالقة فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل فأعطاه عقالا يشد به عروة جوالقة فلما نزلوا وعقلت الإبل إلا بعيرا واحدا وقال الذي استأجره ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل قال ليس له عقال قال فأين عقالة قال مر بي رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقة فاستغافني فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل فأعطيته عقالا فحدفه بعصا كان فيها أجله فمر بي رجل من أهل اليمن فقال أتشهد الموسم قال ما أشهد وربما شهدت قال هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر قال نعم قال إذا شهدت الموسم فنادي يا آل قريش فإذا أجابوك فنادي يا آل هاشم فإذا أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال ومات المستأجر فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا قال مرض فأحسنت القيام عليه ثم مات فنزلت فدفنته فقال كان ذا أهل ذاك منك فمكس حينها ثم إن الرجل اليماني الذي كان أوصى إليه أن يبلغ عنه واف الموسم قال يا آل قريش قال هذه قريش قال يا آل بني هاشم قالوا هذه بني هاشم قال أين أبو طالب قال هذا أبو طالب قال أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال فأتاه أبو طالب فقال اختر منا إحدى ثلاث إن شئت أن تؤدي مئة من الإبن فإنك قتلت صاحبنا خطأ وإن شئت يحلف خمسون من قومك أنك لم تقتل فإن أبيت قتلناك به فأتى قومه فذكر ذلك لهم فقالوا نحلف فأتتهم رأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت يا أبو طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه ففعل فأتاه رجل منهم فقال يا أبو طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مئة من الإبل يصيب كل رجل بعيران فهذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان فقبلهما وجاء ثمانية وأربعون رجلا حلفوا قال ابن عباس فولدي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح ويونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أحمد بن عمر قال أخبرني أبو سلمة وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية أخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على من كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين أناس من الأنصار في قتيل الدعوه على يهود خيبر خانفهما معمر أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال كانت القسامة في الجاهلية ثم أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصاري الذي وجد مقتولا في جب اليهود فقالت الأنصار اليهود قتلوا صاحبنا أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة أخبره أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجاء إلى خيبر من جهد أصابهما فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد ختل وطرح في فقير أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه وقالوا والله ما قتلنا ثم أقبل حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ثم أقبل هو وحويصة وهو أخوه أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر وتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحر فكتب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمرا أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا بن القاسم قال حدثني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حكمة أنه أخبره ورجال كبراء من قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عيد فأتى يهودا وقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرم فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندك فبعث إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمرة أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال وحسبت قال وعن رافع بن خديج أنهما قالا فرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود حتى إذا كانا بخيبرة تفرقا في بعض ما هنالك ثم إذا بمحيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم فذهب عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبين وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى في السن فصمت وتكلم صاحباه ثم تكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون صاحبكم أو قاتلكم قالوا كيف نحلف ولم نشهد قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه عقله أخبرنا أحمد بن عبد قال أنبأنا حماد حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديد أنهما حدثا أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل أتيا خيبر في حاجة لهما فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن عمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى ليبدأ الأكبر فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كلمة معناها يقسم خمسون منكم فقالوا يا رسول الله أمر لم نشهده كيف نحن قال فتبرئكم يبود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار فودابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سهل فدخلت مربدا لهم فركضتني ناقة من تلك الإبل أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا بشر وهو ابن مفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حسمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد أنه ما أتيا خيبر وهو يومئذ صلح فتفرقا لحوائجهما فأتى محيصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دنه قتيل فدفنه ثم قدم المدينة فنطلق عبد الرحمن بن سهل وهو يحيصة ومحيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم وهو أحدث القوم سنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر فسكت فتكلما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون بخمسين يمينا منكم فتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم قالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال تبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا يا رسول الله كيف نأخذ أيمان قوم كفار فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبرة وهي يوم إيد صلو فتفرقا في حوائجهما فأتى محيصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحر في دنه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى وهو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون بخمسين يمينا منكم وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فقالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى فقال أتبرئكم يهود بخمسين فقالوا يا رسول الله نأخذ أيمان قوم كفار فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثم أن عبد الله بن سهل الأنصارية ومحيصة بن مسعود فرجا إلى سيبر فتفرقا في حاجتهما فقتل عبد الله بن سهل الأنصاري فجاء محيصة وعبد الرحمن أخو المقتول وحويصة بن مسعود حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فتكلم محيصة وحويصة فذكروا شأن عبد الله بن سهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلفون خمسين يمينا فتستحقون خاتلك قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نحطر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشير قال لي سهل بن أبي حسمة لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حسمة قال وجد عبد الله بن سهل قتيها فجاء أخوه وعماه حويصة ومحيصة وهما عما عبد الله بن سهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر قال يا رسول الله إنا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلا في قبيب من بعض قلوب خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تتهمون قالوا نتهم اليهود قال أفتقسمون خمسين يمينا أن اليهود قتلت قالوا وكيف نقسم على ما لم نرى قال فتبرئكم اليهود بخمسين أنهم لم يقتلوه قالوا وكيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده أرسله مارك بن أنس قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم حدثني مارك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه أخبر أن عبد الله بن سهل الأنصارية ومحيصة بن مسعود قرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما فقتل عبد الله بن سهل فقدم محيصة فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر فتكلم حويصة ومحيصة فذكروا شئن عبد الله بن سهل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم قال مارك قال يحيى فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده خالفه مسعيد بن عبيد قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأمصار يقال له سهل بن أبي حثم أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها وجدوا أحدهم قتيلة فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله انطلقنا إلى سيفرة فوجدنا أحدنا قتيلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فقال لهم تأتون بالبينة على من قتل قالوا ما ننا بين قال فيحلفون لكم قالوا لا نرضى بأيمان اليهود وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مئة من إذر الصدقة قال فهم عمر بن شعيب أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جد أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم بعمته قال يا رسول الله ومن أين أصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم قال فتحلف خمسين قسامة قال يا رسول الله وكيف أحلف على ما لا أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستحلف منهم خمسين قسانة فقال يا رسول الله كيف نستحلفهم وهم اليهود فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم بنصفها أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك دينه المفارق أخبرنا محمد بن العلاء وأحمد بن حرب واللفظ لأحمد قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع القاتل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله لا والله ما أردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار فخلى سبيله قال وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق عن عوف الأعرابي عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال جئ بالقاتل الذي قتل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به ولي المختول وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعفو؟ قال لا قال أتقتل؟ قال نعم قال اذهب فلما ذهب دعاه قال أتعفو؟ قال لا قال أتأخذ الهي؟ قال لا قال أتقتل؟ قال نعم قال اذهب فلما ذهب قال قال أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثنك وإثن صاحبك فعفى عنه فأرسله قال فرأيته يجر نسعته أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة قال حدثني حمزة أبو عمر العائدي قال حدثنا علقمة بن وائل عن وائل قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاء بالقاتل يقوده ولي المقتول في نسعة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول أتعفو؟ قال لا قال أتأخذ الديا؟ قال لا قال فتقتله؟ قال نعم قال اذهب به فلما ذهب به فولى من عنده دعاه فقال له أتعفو؟ قال لا قال أتأخذ الديا؟ قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه فعفى عنه وتركه فأنا رأيته يجر نصعته أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيا قال حدثنا جامع بن مطر الحبطي عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال يحيا وهو أحسن منه أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا حفظ بن عمر وهو الحوضي قال حدثنا جامع بن مطر عن علقمة بن وائل عن أبيه قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل في عنقه نسعة فقال يا رسول الله إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعف عنه فأبى وقال يا نبي الله إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله فقال عفو عنه فأبى ثم قام فقال يا رسول الله إن هذا وأخي كان في جب يحرانها فرفع المنقار أراه قال فضرب رأس صاحبه فقتله فقال عفو عنه فأبى قال اذهب إن قتلته كنت مثله فخرج به حتى جاوز فناديناه أما تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع فقال إن قتلته كنت مثله قال نعم أعفو فخرج يجر نسعته حتى خفي علينا أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا حاتم عن سماك ذكر أن علقمة بن وائل أخبره عن أبيه أنه كان قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله قتل هذا أخي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته قال يا رسول الله لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت أنا وهو نحتطه من شجرة فسبني فأغضبني فضربت بالفأس على قرنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من مال تؤديه عن نفسك قال يا رسول الله مالي إلا فأسي وكسابي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أترى قومك يشترونك قال أنا أكون على قومي من ذاك فرما بالنسعة إلى الرجل فقال دونك صاحبك فلما ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله فأدركوا الرجل فقالوا ويلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قتله فهو مثله فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حدثت أنك قلت إن قتله فهو مثله وهل أخذته إلا بأمرك فقال ما تريد أن يبوء بإثنك وإثن صاحبه قال بلى قال فإن ذاك قال ذلك كذلك أخبرنا زكري بن يحيا قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدث أن أباه حدث قال إني لقاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر نحوه أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يحيا بن حمد عن أبي عوانة عن إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل أن أباه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد قتل رجلا فدفعه إلى ولي المقتول يقتله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه القاتل والمقتول في النار قال فاتبعه رجل فأخبره فلما أخبره تركه قال فلقد رأيته يجر نسعته حين تركه يذهب فذكرت ذلك لحبيب فقال حدثني سعيد بن أشوع قال وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالعب أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة عن عبد الله بن شوذب عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رجلا أتى بقاتل وليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعف عنه فأبى فقال خذ الدية فأبى قال اذهب فقل فإنك مثله فذهب فلحق الرجل فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتله فإنك مثله فخلى سبيله فمر بي الرجل وهو يجر نسعة أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي قال حدثني خالد بن خداش قال حدثنا حاكم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا الرجل قتل أخي قال اذهب فقل كما قتل أخاك وقال له الرجل اتق الله لا أوعف عني فإنه أعظم لأجرك وخير لك ولأخيك يوم القيامة قال فخلى عنه قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فأخبره بما قال له قال فأعنفه أما إنه كان خيرا مما هو صانع بك يوم القيامة يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني أخبرنا القاسم بن زكري بن جينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا علي وهو بن صالح عن سماك عن أكرمه عن ابن عباس قال كان قريضة والنظير وكان النظير أشرف من قريضة وكان إذا قتل رجل من قريضة رجل من النظير قتل به وإذا قتل رجل من النظير رجلا من قريضة أدى مئة وسق من تمر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النظير رجلا من قريضة فقالوا ادفعوه إلينا نقتل فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصط والقصط النفس بالنفس ثم نزلت أفا حكم الجاهلية يبغون أخبرنا عبيد الله بن مساعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق أخبرني داود بن الحسين عن أكرمه عن ابن عباس أن الآيات التي في المائدة التي قالها الله عز وجل فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقصطين إنما نزلت في الدية بين النظير وبين قريضة وذلك أن قتل النظير كان لهم شرف يودون الدية كاملة وأن بني قريضة كانوا يودون نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ذلك فيهم فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك فجعل الدية سواء أخبرني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسد عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا هل عهد إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة قال لا إلا ما كان في كتابي هذا فأخرج كتابا من قراب سيفك فإذا فيه المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده من أحدث حدثا فعلى نفسه أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا محمد بن عبد الواحد قال حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أبي حسان عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده أخبرنا محمود بن غيلان هو المروزي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ومن أخصاه أخصيناه أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن دينار أنه سمع طاوسا يحدث عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أنه نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام حمل بن مالك فقال كنت بين حجرتين امرأتين فضربت إحدى بما الأخرى بنصح فقتلتها وجنينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن يهوديا أخذ أوضاحا من جارية ثم رضخ رأسها بين حجرين فأدركوها وبها رمق فجعلوا يتبعون بها الناس هو هذا هو هذا قالت نعم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضخ رأسه بين حجرين أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن أنس بن مالك قال قرجت جارية عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها وأخذ ما عليها من الحلي فأدركت وبها رمق فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتلك فلان قالت برأسها لا قال فلان قال حتى سم اليهودي قالت برأسها نعم فأخذ فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مطرف بن طريف عن الشعبي قال سمعت أبا جحفة يقول سألنا عليا فقلنا هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عز وجل عبدا فهما في كتابه أو ما في هذه الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال فيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي حسان قال قال علي ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا في صحيفة في قراب سيفي فلم يزالوا بلي حتى أخرج الصحيفة فإذا فيها المؤمنون تكافأوا دماؤهم يسعى بدمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن الأشترى أنه قال لعلي إن الناس قد تفشغ بهم ما يسمعون فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليك عهدا فحدثنا بقال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس غير أن في قراب سيفي صحيفة فإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم يسعى بدمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن عيينة قال أخبرني أبي قال قال أبو بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كنهيه حرم الله عليه الجنة أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحكم بن الأعرج عن الأشعث بن ثرملة عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدا بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن القاسم بن مخيمرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا هارون قال حدثنا الحسن وهو بن عمر عن مجابد عن جنادة بن أبي أمية عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادك عن أبي نظرة عن عمران بن حسين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو خالد سليمان بن حيان قال حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقصاص في السن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من خصى عبده خصيناه ومن جدع عبده جدعناه واللفظ لابن بشار أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانا لا والله لا يقتص منها أبدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله قالت لا والله لا يقتص منها أبدا فما زالت حتى قبر دية قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر أخبرنا حميد بن مسعدة وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن حميد قال ذكر أنس أن عمته كسرت ثمية جارية فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحصاص فقال أخوها أنس بن النضر أتكسر ثمية فلانة لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثمية فلانة قال وكانوا قبل ذلك سألوا أهلها العفو والأرش لما حلف أخوها وهو عم أنس وهو الشهيد يوم أحد رضي القوم بالعفو فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا صالد قال حدثنا حميد عن أنس قال كسرت الربيع ثمية جارية فطلبوا إليهم العفو فأبوا فعرض عليهم الأرش فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص قال أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثمية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر قال يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم وعفو فقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره أخبرنا أحمد بن رثمان أبو الجوزاء قال أنبأنا قريش بن أنس عن ابن عون عن ابن سيرين عن عمران بن حسين أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو قال ثنايا فاستعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل إن شئت فادفع إليه يدك حتى يقضمها ثم انتزعها إن شئت أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين أن رجلا عض آخر على لراعه فاجتذبها فانتزع ثنيته فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال أردت أن تقضم لحم أخيك كما يقضم الفحل أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين قال قاتل يهلا رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فندرت ثنيته فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين أن يهلا قال في الذي عض فندرت ثنيته إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دية له أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين أن رجلا عض لراع رجل فانتزع ثنيته فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أردت أن تقضم لراع أخيك كما يقضم الفحل فأبطلق أخبرنا مالك بن الخليل قال حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن منية أنه قاتل رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فقلع ثنيته فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر فأبطلها أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا جدي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن منية أن رجلا من بني تميم قاتل رجلا فعض يده فانتزعها فألقى ثنيته فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر فأطلها أي أبطلها أخبرنا عمران بن بكار قال أنبأنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن عبد الله عن عميه سلمة ويعلى ابن أميه قالا رجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فقاتل رجلا من المسلمين فعض الرجل ذراعه فجذبها من فيه وطرح ثنيته فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس العقل فقال ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضيذ الفحل ثم يأتي يطلب العقل لا عقل لها فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن عمر عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه استأجر أجيرا فقاتل رجلا فعض يده فانتزع ثنيته فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيدعوها يقضمها كقضم الفحل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فاستأجرت أجيرا فقاتل أجيري رجلا فعض الآخر فسخطت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأهدره النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن علية قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش العسرة وكان أوثق عمل لي في نفسي وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أفيدع يده في فيك تقضمها أخبرنا سويد بن نصر في حديث عبد الله بن المبارك عن شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن أبيه بمثل الذي عضف ندر ثنيته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دية لك أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن بديل بن ميسرة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن منيا أن أجيرا ليعلى بن منيا عض آخر ذراعه فانتزعها من فيه ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقطت ثنيته فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيدعها في فيك تقضمها فقط من فحي أخبرني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن محمد بن مسلم عن صفوان بن يعلى أن أباه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فاستأجر أجيرا فقاتل رجلا فعض الرجل ذراعه فلما أوجعه نترها فأنذر ثنيته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعمد أحدكم فيعض أخاه كما يعض الفحل فأبطل ثنيته أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فخرج الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقل قال بل قد عفوت يا رسول الله أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا وهب بن جرير أنبأنا أبي قال سمعت يحيا يحدث عن بكير بن عبد الله عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا إذ أكب عليه رجل فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه وصاح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقل قال بل عفوت يا رسول الله أخبرنا أحمد بن سليمان قال أنبأنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يقول أخبرني بن عباس أن رجلا وقع في أب كان له في الجاهلية فلطمه العباس فجاء قومه فقال ليلطمنه كما لطمه فلبسوا السلاح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر فقال أيها الناس أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله عز وجل فقالوا أنت فقال إن العباس مني وأنا منه لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثني القعنبي قال حدثني محمد بن هلال عن أبي عن أبي مريرة قال كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فإذا قام قمنا فقام يوما وقمنا معه حتى لما بلغ وسط المسجد أدركه رجل فجبذ بردائه من ورائه وكان ردائه خشنا فحمر رقبته وقال يا محمد احمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله لا أحمل لك حتى تقيدني مما جبثت برقبتي فقال الأعرابي لا والله لا أقيدك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات كل ذلك يقول لا والله لا أقيدك فلما سمعنا قول الأعرابي أقبلنا إليه سراعا فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عزمت على من سنع كلامي أن لا يبرح مقامه حتى آذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم يا فلا نحمل له على بعير شعير وعلى بعير تمر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صريف أخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود سعيد بن إياس الجريري عن أبي نظرة عن أبي فراس أن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهن بن حذيفة مصدقا فلاحه رجل في صدقته فضربه أبو جهن فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال القود يا رسول الله فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا به فقال لكم كذا وكذا فرضوا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا قالوا لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا ثم دعاهم قال أرضيتم قالوا نعم قال فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب الناس ثم قال أرضيتم قالوا نعم أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن يهوديا رأى على جارية أوضاحا فقتلها بحجر فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال أقتلك فلان فأشار شعبة برأسه يحكيها أن لا فقال أقتلك فلان فأشار شعبة برأسه يحكيها أن نعم فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين حجرين أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن إسماعيل عن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى قوم من خفعم فاستعصموا بالسجود فقتلوا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف العقل وقال إني بريء من كل مسلم مع مشرك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تراء ناراهما قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان عن عمر عن مجاهد عن ابن عباس قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيه مدية فأنزل الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فالعفو أن يقبل الدية في العمد واتباع بمعروف يقول يتبع هذا بالمعروف وأداء إليه بإحسان ويؤدي هذا بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة لما كتب على من كان قبلكم إنما هو القصاص ليس دية أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن عمر عن مجاهد قال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر قال كان بن إسرائيل عليهم القصاص وليس عليهم الدية فأنزل الله عز وجل عليهم الدية فجعلها على هذه الأمة تخفيفا على ما كان على بني إسرائيل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله وهو بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصاص فأمر فيه بالعفو أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد وعفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن بكر المزني قال حدثنا عطاء بن أبي ميمونة ولا أعلمه إلا عن أنس بن مالك قال ما أتي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشعة قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا إسماعيل وهو بن عبد الله بن سماعة قال أنبأنا الأوزاعي قال أخبرني يحيا قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يفدى أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيا بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يفدى أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أنبأنا بن عائل قال حدثنا يحيا هو بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيا بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل مرسل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني حسين قال حدثني أبو سلمة وأنبأنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسين أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلى المقتلين أن ينحجز الأول فالأول وإن كانت امرأة أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أنبأنا سليمان بن كثير قال حدثنا عمر بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في أمي أو رمي تكون بينهم بحجر أو صوت أو بعصى فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يده فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عب أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن عمر بن دينار عن طاوس عن ابن عباس يرفعه قال من قتل في أمية أو رمية بحجر أو صوت أو عصى فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عب أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أيوب السخياني عن القاسم بن ربيع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتيل الخطأ شبه العمد بالصوت أو العصى مئة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يونث قال حدثنا حماد عن أيوب عن القاسم بن ربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطب يوم الفتح مرسل أخبرني يحيى بن حبيب بن عربي قال أنبأنا حماد عن خالد يعني الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصى مئة من الإبل أربعون في بطونها أولادها حدثنا محمد بن كامل قال حدثنا هشيم عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقال ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد بالصوت والعصى والحجر مئة من الإبل فيها أربعون ثنية إلى بازل عامها كلهن خليفة أخبرنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن خالد عن القاسم عن عقبة بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن قتيل الخطأ قتيل السوت والعصى فيه مئة من الإبل مغلبة أربعون منها في بطونها أولادها أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح قال ألا وإن كل ختيل خطأ العمد أو شبه العمد ختيل الصوت والعصى منها أربعون في بطونها أولادها أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة عامل فتح قال ألا وإن ختيل الخطأ العمد ختيل الصوت والعصى منها أربعون في بطونها أولادها أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال أنبأنا يزيد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عامل فتح قال ألا وإن قتيل الخطأ العمد قتيل الصوت والعصى منها أربعون في بطونها أولادها أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا بن جدعان سمعه من القاسم بن ربيعة عن ابن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على درجة الكعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن قتيل العمد الخطأ بالصوت والعصى شبه العمد فيه مئة من الإبل مغلبة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد عن القاسم بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخطأ شبه العمد يعني بالعصى والسوق مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل خطأا فديته مئة من الإبل ثلاثون بنت مخاط وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكور قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار أوعد لها من الورق ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أوعد لها من الورق قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مئتي بقرة ومن كان عقله في الشاء الفيشة وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فما فضل فللعصبة وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت بن مسعود يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين بن مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذع وعشرين حقا أخبرنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هانئ قال حدثني محمد بن مسلم قال حدثنا عمر بن دينار وأخبرنا أبو داود قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمر بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا وذكر قوله إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضه في أخذهم الدية واللفظ لأبي داود أخبرنا محمد بن ميمون قال حدثنا سفيان عن عمر عن عكرمة سمعناه مرة يقول عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باثني عشر ألفا يعني في الدية أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جديه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها أخبرنا عمر بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا يونس بن عبيد عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة قال قال أبو هريرة إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى وذكر كلمة معناه عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل الكافر نصف عقل المؤمن أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن أكرمه عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل بذية الحر على قدر ما أدى أخبرنا محمد بن عبيل الله بن يزيد قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطائفي قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أكرمه عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في المكاتب أن يودى بقدر ما عتق منه دية الحر حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يعلى عن الحجاج الصواف عن يحيى عن أكرمه عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكاتب يودى بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية العب أخبرنا محمد بن عيسى بن النقاش قال حدثنا يزيد يعني بن هارون قال أنبأنا حماد عن قتادة عن خلاس عن علي وعن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه أخبرنا القاسم بن زكري بن دينار قال حدثنا سعيد بن عمر الأشعثي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أكرمة وعن يحيى بن أبي كثير عن أكرمة عن ابن عباس أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يودى ما أدى دية الحر ومالا دية المملو أخبرنا يعقوه بن إبراهيم وإبراهيم بن يولوس بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة حدثت امرأة فأسقطت وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها خمسين شاء ونهى يومئذ عن الخذ أرسله أبو نعيم أخبرنا أحمد بن يحيا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يوسف بن صهيب قال حدثني عبد الله بن بريدة أن امرأة خذثت امرأة فأسقطت المخذوفة فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عقل ولدها خمسمائة من الغر ونهى يومئذ عن الخذ قال أبو عبد الرحمن هذا وهم وينبغي أن يكون أراد مئة من الغر وقد روي النهي عن الخذ عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أنبأنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف فقال لا تخذف إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذ أو يكره الخلث شك تهمس أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمر عن طاووس أن عمر استشار الناس في الجنين وقال حمل بن مالك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة قال طاووس إن الفرس غرة أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني بحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أما ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل ورمت إحداهما الأخرى بحجر وذكر كلمة معناها وقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاصلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من أشوال الكهبان من أجل سجعه الذي سجع أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمت إحداه من أخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة قال الحارف بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضى عليه كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا استهل ولا نطق فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من الكهان أخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا خلف وهو ابن تميم قال حدثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن مضيلة عن المعيرة بن شعب أن اضطرتها بعمود فصاق فقتلتها وهي حبلة فأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتلة بالدية وفي الجنين غرة فقال عصبتها أدي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل فمثل هذا يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن ضيلة الخزعي عن المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضرتها بعمود الفصاق وهي حبلة فقتلتها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها فقال فقال رجل من عصبة القاتلة أنغر مدية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب فجعل عليه مدية أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن ضيلة عن المغيرة بن شعبة أن ضرتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فصاط فقتلتها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية على عصبة القاتلة وقضى لما في بطنها بغرة فقال الأعرابي تغرمني من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل فقال سجع كسجع الجاهلية وقضى لما في بطنها بغرة أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة من بني لحيان ضرتها بعمود الفطاط فقتلتها وكان بالمقتولة حمل فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتلة بدية ولما في بطنها بغرة أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل منه ذيل فرمت إحداهما الأخرى بعمود فصاط فأسقطت فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كيف ندي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب فقضى بالغرة على عاقلة المرأة أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن رجلا منه ذيل كان لهم رأتان فرمت إحداهما الأخرى بعمود الفصاط فأسقطت فقيل أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل فقال أسجع كسجع الأعراب فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمى وجعلت على عاقلة المرأة أرسله الأعمش أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا مصعب قال حدثنا داود عن الأعمش عن إبراهيم قال ضربت امرأة ضرتها بحجر وهي حبل فقتلتها وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في بطنها غرة وجعل عقلها على عصبتها وقال نغرم من لا شرب ولا أكل ولا استهل فمثل ذلك يطل وقال أسجع كسجع الأعراب هو ما أقول لكم أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عمر عن أصباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت امرأتان جارتان كان بينهما صخب فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية فقال عمها إنها قد أسقطت يا رسول الله غلاما قد نبت شعره فقال أبو القاتلة إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل قال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الجاهلية وكهانتها إن في الصبي غرة قال ابن عباس كانت إحداهما مليكة والأخرى أم غطي أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ولا يحل لمولا أن يتولى مسلما بغير إذنه أخبرني عمر بن عثمان ومحمد بن مصفا قال حدثنا الوليد عن ابن جريج عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن أخبرني محمود بن صالد قال حدثنا الوليد عن ابن جريج عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مثله سواء أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الملك بن أبجر عن إياد بن لقيق عن أبي رمسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي فقال من هذا معك قال ابني أشهد به قال أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن أشعة عن الأسود بن هلال عن فعلبة بن زهد من اليربوعي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في أناس من الأنصار فقالوا يا رسول الله هؤلاء بنوث علبة بن يربوع قتلوا فلانا في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهتف بصوته ألا لا تجني نفس على الأخرى أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أشعة بن أبي الشعتاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال انتهى قوم من بني ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بن ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أشعة بن أبي الشعتاء قال سمعت الأسود بن هلال يحدث عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع أن ناسا من بني ثعلبة أتو النبي صلى الله عليه وسلم وقال رجل يا رسول الله هؤلاء بن ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة عن الأشعة بن سليم عن الأسود بن هلال وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع أن ناسا من بني ثعلبة أصابوا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هؤلاء بنوا ثعلبة قتلت فلانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى قال شعب أي لا يؤخذ أحد بأحد والله تعالى أعلم أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأشعة بن سليم عن أبيه عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنوا ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني لا تجني نفس على نفس أخبرنا هنال بن سلي في حديثه عن أبي أحوص عن أشعة عن أبيه عن رجل من بني يربوع قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلم الناس فقام إليه ناس فقالوا يا رسول الله هؤلاء بنوا فلان الذين قتلوا فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى أخبرنا يوسف بن عيسى قال أنبأنا الفضل بن موسى قال أنبأنا يزيد وهو ابن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طالقنا المحاربي أن رجلا قال يا رسول الله هؤلاء بنوا فعلبة الذين قتلوا فلانا في الجاهلية فخذ لنا بثأرنا فرفع يديه حتى رأيت بياض ابطير وهو يقول لا تجني أم على ولد مرتين أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد قال أنبأنا بن عائذ قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني العلاء وهو بن الحارث عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا عباد عن حسين عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسنان خمس من الإبل أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا حف بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسنان سواء خمسا خمسا أخبرنا أبو الأشعف قال حدثنا خالد عن سعيد عن قتادة عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأصابع عشر عشر أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن غالب النمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء عشر أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا حفظ وهو ابن عبد الرحمن البلخي عن سعيد عن غالب النمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصابع سواء عشرا عشرا من الإبل أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه لما وجد الكتاب الذي عند آل عمر بن حزم الذي ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم وجدوا فيه وفيما هنالك من الأصابع عشرا عشرا أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس فهذه وهذه سواء الإبهام والخنصر أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس قال الأصابع عشر عشر أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارف قال حدثنا حسين المعلم عن عمر بن شعيب أن أباه حدث عن عبد الله بن عمر قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته وفي الأصابع عشر عشر أخبرني عبد الله بن الهيثم قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا حسين المعلم وابن جريج عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جدد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة الأصابع سوا أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارف قال حدثنا حسين المعلم عن عمر بن شعيب أن أباه حدث عن عبد الله بن عمر قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته وفي المواضح خمس خمس أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثنا الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبيه عن جدد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائد والسنن والديات وبعث به مع عمر بن حزم فقرأت على أهل اليمن هذه نسختها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذير عين ومعافر وهمدان أما بعد وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وأن في النفس الدية مئة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار فادفه محمد بن بكار بن بلاد أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران العنسي قال حدثنا محمد بن بكار بن بلاد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان بن أرقم قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائد والسنن والديات وبعث به مع عمر بن حزم فقرأ على أهل اليمن هذه نسخته فذكر مثله إلا أنه قال وفي العين الواحدة نسك الدية وفي اليد الواحدة نسك الدية وفي الرجل الواحدة نسك الدية قال أبو عبد الرحمن وهذا أشبه بالصواب والله أعلم وسليمان بن أرقم متروك الحديث وقد روى هذا الحديث يونث عن الزهري مرسلا أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونث بن يزيد عن بن شهاب قال قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمر بن حزم قيل بعثه على نجران وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وكتب الآيات منها حتى بلغ إن الله سريع الحساب ثم كتب هذا كتاب الجراح في النفس مئة من الإبل نحوه أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد وهو ابن عبد العزيز عن الزبرير قال جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في رقعة من أدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فتلى منها آيات ثم قال في النفس مئة من الإبل وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة فريضة في الأصابع عشر عشر وفي الأسنان خمس خمس وفي الموضحة خمس قال الحادث بن مسجد قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبيه قال الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم في العقول إن في النفس مئة من الإبل وفي الأنف إذا أوعي جدعا مئة من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة مثلها وفي اليد خمسون وفي العين خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل إصفع مما هناك عشر من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة خمس أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيا عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن أعرابيا أتى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى معينه خصاصة الباب فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم فتوخاه بحديدة أو عود ليفق أعينه فلما أن بصرا قمع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو ثبت لفقأت عينه أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد السعدي أخبره أن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو علمت أنك تنظرني لطعنت به في عينه إنما جعل الإذن من أجل البصر أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأني اطلع عليك بغير إذن فخذفته ففقأت عينه ما كان عليك حرج وقال مرة أخرى جناح أخبرنا محمد بن مصعب قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه كان يصلي فإذا بابن لمروان يمر بين يديه فدرأه فلم يرجع فضربه فخرج الغلام يبكي حتى أتى مروان فأخبره فقال مروان لأبي سعيد لماذا ضربت ابن أخيه قال ما ضربته إنما ضربت الشيطان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم في صلاة فأراد إنسان يمر بين يديه فيدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان حدثنا أبو عبد الرحمن الأفضل قال أدبأنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فسألته فقال لم ينسخها شيء وعن هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال نزلت في أهل الشرق أخبرنا أزهر بن جميل قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فرحلت إلى ابن عباس فسألته فقال نزلت في آخر ما أنزلت وما نسخها شيء أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا بن جريج قال أخبرني القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة قال لا وقرأت عليه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم أخبرنا قطيبة قال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعب أن ابن عباس سئل عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فقال ابن عباس وأنا له التوبة سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء متعلقا بالقاتل تشهب أوداجه دمى يقول سل هذا فيما قتلني ثم قال والله لقد أنزلها وما نسفها أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أنبأنا بن شميل قال حدثنا شعبة قال أنبأنا فراس قال سمعت الشعبية عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموث أصبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق عن الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن أصبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن ليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة لا تشرف يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان وأنبأنا أحمد بن سيار قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحمد في حديثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ثم التوبة معروضة بعد أخبرنا محمد بن يحيى المروزي أبو عدي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن يزيد وهو ابن أبي زياد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن وذكر رابعة فنسيتها فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عوقه فإن تاب تاب الله عليه أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش وأنبأنا أحمد بن حرب عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبلة فتقطع يده أخبرنا إسحاقه إبراهيم قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني صفوان بن عمر قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن النعمان بن بشير أنه رفع إليه نفر من الكلاعيين أن حاكة سرقوا متاعا فحبسهم أياما ثم خلا سبيلهم فأتوه فقالوا سليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب فقال النعمان ما شئتم إن شئتم أضربهم فإن أخرج الله متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثله قالوا هذا حكمك قال هذا حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني بن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس ناسا في تهمة أخبرنا علي بن سعيد بن مسروك قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلا سبيله أخبرنا سويد بن مصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حمد بن سلم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إفالك سرق قال بلى قال اذهبوا به فقطعوه ثم جاءوا به فقال له قل أستغفر الله وأتوب إليه فقال أستغفر الله وأتوب إليه قال اللهم تب عليك أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتابة عن عطاء عن صفوان بن أمية أن رجلا سرق بردة له فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعة فقال يا رسول الله قد تجاوزت عنه فقال أبا وهب أفلا كان قبل أن تأتينا به فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتابة عن عطاء عن طارق بن مرقع عن صفوان بن أمية أن رجلا سرق بردة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقطعه فقال يا رسول الله قد تجاوزت عنه قال لولا كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن حاتم بن عيم قال أنبأنا حبان قال حدثنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن رجلا سرق ثوبا فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال الرجل يا رسول الله هو له قال هلا قبل الآن أخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الملك هو ابن أبي بشير قال حدثني عكريمة عن صفوان بن أمية أنه طاف بالبيت وصلى ثم لف رداء له من برد فوضعه تحت رأسه فنام فأتاه لص فاستله من تحت رأسه فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا سرق رداء فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم أسرقت رداء هذا قال نعم قال اذهبا به فقطعا يده قال صفوها ما كنت أريد أن تقطع يده في رداء فقال له فلوما قبل هذا فألفه أشعة بن سوار أخبرنا محمد بن هشام يعني ابن أبي خيرة قال حدثنا الفضل يعني ابن العلاء الكوفي قال حدثنا أشعة عن أكرمة عن ابن عباس قال كان صفوان نائما في المسجد ورداءه تحته فسرق فقام وقد ذهب الرجل فأدركه فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لقطعه قال صفوان يا رسول الله ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل قال ألا كان هذا قبل أن تأتي نابك قال أبو عبد الرحمن أشعة رعي أخبرني أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عمر عن أسباط عن سماك عن حميد بن أخت صفوان عن صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثون جرغما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به ليقطع فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين جرغما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها قال فهل لا كان هذا قبل أن تأتيني به أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا وذكر حماد بن سلم عن عمر بن دينار عن طاووس عن صفوان بن أمية أنه سرقت خميصته من تحت رأسه وهو نائم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ اللصة فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال صفوان أتقطعه قال فهل لا قبل أن تأتيني به تركته أخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد قال حدثنا بن جريج عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاف الحدود قبل أن تأتوني به فما أتاني من حد فقد وجد قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال سمعت بن جريج يحدث عن عمر بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعاف الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجد أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر رفول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني الحسن بن حمود حدثنا عمر بن هاشم الجنبي أبو مالك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة كانت تستعير الحلية للناس ثم تمسكه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم ثم قال رفول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلاد فخذ بيدها فقطعها أخبرني محمد بن الخليل عن شعيب بن إسحاق عن عبيد الله عن نافع أن امرأة كانت تستعير الحلية في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعارت من ذلك حليا فجمعته ثم أنسكت فقال رفول الله صلى الله عليه وسلم لتتب هذه المرأة وتؤدي ما عندها مرارا فلم تفعل فأمر بها فقطعت أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرق فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فقطعت يدها أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاد بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن يزيد عن سعيد بن المسيب أن امرأة من بني مخزوم استعارت حليا على لسان أناس فجح دفئة فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن داود بن أبي عاصم أن سعيد بن المسيب حدثه نحوه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان قال كانت مخزومية تستعير متاعا وتجحده فرفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما فيها فقال لو كانت فاطمة لقطعت يدها قيل لسفيان من ذكر قال أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة إن شاء الله تعالى أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن امرأة سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجترئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون أسامة فكلموا أسامة فكلمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة إنما هلكت بن إسرائيل حين كانوا إذا أصاب الشريف فيهم الحد تركوه ولم يقيموا عليه وإذا أصاب الوضيع أقاموا عليه لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها أخبرنا رزق الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعه قالوا ما كنا نريد أن يبلغ منه هذا قال لو كانت فاطمة لقطعتها أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا يحيى بن زكري بن أبي زائدة عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما نكلمه فيها ما من أحد يكلمه إلا حبه أسامة فكلمه فقال يا أسامة إن بني إسرائيل هلكوا بمثل هذا كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإن سرق فيهم الدون قطعوه وإنها لو كانت فاطمة بيت محمد لقطعتها أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا بشر بن شعيب قال أخبرني أبي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت استعارت امرأة على أنسنة أناس يعرفون وهي لا تعرف حلية فباعته وأخذ التمنة فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسعى أهلها إلى أسامة بن زيد فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فتنول وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع إلي في حد من حدود الله فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية إذن فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقابوا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم قطع تلك المرأة أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عبن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد إب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه الأسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب فقال إنما هلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطنة بنت محمد سرقت لقطعت يدها أخبرنا أبو بكر بن إسحاف قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن زريق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن مسلم عن عروة عن عائشة قال سرقت امرأة من قريش من بني مخذوم فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا من يكلمه فيها قالوا أسامة بن زيد فأتاه فكلمه فزبره وقال إن بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الوضيع قطعوه والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتها أخبرني محمد بن جبلة قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن إسحاق بن راشد عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المخذومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها قالوا من يشترق عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونث عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره عن عائشة أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زين فلما كلمه تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حجود الله فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال أما بعد إنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ثم قال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يدها أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن زبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح مرسل ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه قال عروة فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتكلمني في حد من حجود الله قال أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله دماه وأهله ثم قال أما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفسي محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يد تلك المرأة فقطعت فحسنت توبتها بعد ذلك قالت عائشة رضي الله عنها وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله عن عيسى بن يزيد قال حدثني جرير بن يزيد أنه سمع أبا زرعة بن عمر بن جرير يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا حنظلة قال سمعت نافعا قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته خمسة درائم كذا قال أخبرنا يونث بن عبد الأهلاء قال حدثنا بن وهب قال حدثنا حنظلة أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة درائم قال أبو عبد الرحمن هذا الصوار أخبرنا كتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة درائم أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة درائم أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة درائم أخبرنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قال أبو عبد الرحمن هذا قطع أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قطع أبو بكر رضي الله عنه في مجن قيمته خمسة دراهم هذا الصواب أخبرنا محمد بن المثنى عن أبي داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس يقول سرق رجل مجن على عهد أبي بكر فقوم خمسة دراهم فقطع أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن حفص بن حسان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار أنبأنا هارون بن سعيد قال حدثني خالد بن بزار قال حدثنا القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال قالت عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق في ربع دينار قال الحارث بمسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا أخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتيبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا أخبرني يزيد بن محمد بن فضيل قال أنبأنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول يقطع في ربع دينار فصاعدا قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب من حديث يحيى أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قال القطع في ربع دينار فصاعدا أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد وعبد ربه ورزيق صاحب أيلة أنهم سمعوا عمرة عن عائشة قال القطع في ربع دينار فصاعدا قال الحارك بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قال ما قال علي ولا نسيه القطع في ربع دينار فصاعدا أخبرنا أبو صالح محمد بن زنبور قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن سليمان عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الأول قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن عمرة قالت قالت عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمره عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ثمن المجن وثمن المجن ربع دينار أخبرني يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن محمد بن عبد الرحمن حدث عن عمرة عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن ثم ذكر كلمة معناها عن عمرة عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني قال حدثنا عبد الرحمن بن بحر أبو علي قال حدثنا مبارك بن سعيد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة أن امرأة أخبرته أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في المجنة حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن سليمان بن يسار حدثه أن عمرة ابنة عبد الرحمن حدثته أنها سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق فيما دون المجن حيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار أخبرني أحمد بن عمر بن السرخ قال حدثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدها أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا قدامة بن محمد قال أنبأنا مخرمة عن أبيه قال سمعت عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين يقول سمعت عروة بن الزبير يقول كانت عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمن أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثني قدامة بن محمد قال أخبرني مخرمة بن بوكير عن أبيه قال سمعت عثمان بن أبي الوليد يقول سمعت عروة بن الزبير يقول كانت عائشة تحدث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمن وزعم أن عروة قال المجن أربعة دراهم قال وسمعت سليمان بن يسار يزعب أنه سمع عمرة تقول سمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن عبد الله الدانات عن سليمان بن يسار قال لا تقطع الخمس إلا في الخمس قال همام فلقيت عبدالله الدنات فحدثني عن سليمان بن يسار قال لا تقطع الخمس إلا في الخمس أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبدالله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترث وكل واحد منهما ذو ثمن أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن عيسى عن الشعبي عن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم وأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن قال لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن وثمن المجن يومئذ دينار أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن قال لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وقيمته يومئذ دينار أخبرنا أبو الأزهر نيسى بوري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن قال لم تقطع اليد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وقيمة المجن يومئذ دينار حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالله بن داود عن علي بن صالح عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن قال لم تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار أخبرنا هارون بن عبدالله قال حدثنا الأسود بن عامر قال أنبأنا الحسن بن حي عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال يقطع السارق في ثمن المجن وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن بن أم أيمن يرفعه قال لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار أخبرنا قتيبة قال حدثنا جهير عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا عمر بن شعيب أن عطاء بن أبي رباح حدث أن عبد الله بن عباس كان يقول ثمنه يومئذ عشرة دراهم أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس مثله كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم أخبرني محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء مرسل أخبرني حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن العزرمي وهو عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن قال وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم قال أبو عبد الرحمن وأيمن الذي تقدم ذكرنا لحديثه ما أحسب أن له صحبة وقد روي عنه حديث آخر يدل على ما قلناه حدثنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك وأنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال أنبأنا إسحاق هو الأزرق قال حدثنا به عبد الملك عن عطاء عن أيمن مولى بن زبير وقال خالد في حديثه بولى زبير عن تبيع عن كعب قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى وقال عبد الرحمن فصلى العشاء الآخرة ثم صلى بعدها أربع ركعات فأتم وقال سوار يتم ركوعهن وتجودهن ويعلم ما يقترع وقال سوار يقرأ فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا بن جريج عن عطاء عن أيمن مولى بن عمر عن تبيع عن كعب قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم شهد صلاة العتمة في جماعة ثم صلى إليها أربعا مثلها يقرأ فيها ويتم ركوعها وسجودها كان له من الأجر مثل ليلة القدر أخبرنا خلاد بن أسلم عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان ثمن المجن على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الله بن الأخنس عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد قال لا تقطع اليد في ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ولا تقطع في حيسة الجبل فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطر ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة قال الحارث بن مسكين كراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث وهشام بن سعب عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل فقال هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية قطر إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلزات نكال قال يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق قال هو ومثله معه والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلزات نكال أخبرنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا أبي قال حدثنا سلمة يعني بن عبد الملك العوصي عن الحسن وهو بن صالح عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر أخبرنا عمر بن علي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر أخبرني يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله هو ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه أن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر الجمار أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي ميمون عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ أبو ميمون لا أعرفه أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد أن رجلا من قومه حدث عن عمة له أن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي عن مخلد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع لم يسمعه سفيان من أبي الزبير أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ولم يسمعه أيضا ابن جريج من أبي الزبير أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال ابن جريج قال أبو الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المختلس قطع أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال ابن جريج قال أبو الزبير قال جاذر ليس على الخائن قطر قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهب ومحمد بن ربيع ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد بصري ثقة قال ابن أبي صفوان وكان خير أهل زمانه فلم يقل أحد منهم حدثني أبو الزبير ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير والله تعالى أعلم أخبرنا خالد بن روح الدمشقي قال حدثنا يزيد يعني ابن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب قال حدثنا شبابة عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مختلس ولا منتهب ولا صائن قطر أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن أشعة عن أبي الزبير عن جابر قال ليس على خائن قطر قال أبو عبد الرحمن أشعة بن سوار ضعيف أخبرنا سليمان بن سلم المصافحي البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد قال أنبأنا يوسف عن الحارث بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوا يده قال ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق أيضا للخامسة فقال أبو بكر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن زبير وكان يحب الإمارة فقال أمروني عليكم فأمروه عليهم فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه أخبرنا يا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا جدي قال حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال جئ بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فقطع ثم جئ به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فقطع فأتي به الثالثة فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقتعوه ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقتعوه فأتي به الخامسة قال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به إلى مربد النعم وحملناه فاستلقى على بحره ثم كشر بيديه ورجليه فانصدعت الإبل ثم حملوا عليه الثانية ففعل مثل ذلك ثم حملوا عليه الثالثة فرميناه بالحجارة فقتلناه ثم ألقيناه في بئر ثم رمينا عليه بالحجارة قال ابو عبد الرحمن وهذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث والله تعالى أعلم أخبرنا عمر بن عثمان قال حدثني بقية قال حدثني نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس عن جنادة بن أبي أمي قال سمعت بسر بن أبي أرطات قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر أخبرنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حمد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر وهو بن أبي سلم عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سرق العبد فبعه ولو بنش قال أبو عبد الرحمن عمر بن أبي سلم ليس بالقوي في الحديث أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عطية أنه أخبره قال كنت في سبيق ريغة وكان ينظر فمن خرج شعرته قتل ومن لم تخرج استحيي ولم يقتل أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أبي بكر بن علي عن الحجاج عن مكحول عن ابن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه قال سنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق وعلق يده في عنقه أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني عمر بن علي المقدمي قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال قلت لفضالة بن عبيد أرأيت تعليق اليد في عنق السارق من السنة هو قال نعم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق وقطع يده وعلقه في عنقه قال أبو عبد الرحمن الحجاج ابن أرضاة الرعيف ولا يقتج بحديثه أخبرني عمر بن منصور قال حدثنا حسان بن عبد الله قال حدثنا المفضل بن فضالة عن يونس بيزيد قال سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحج قال أبو عبد الرحمن وهذا مرسل وليس لثابت حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب من لغضه قال أنبأنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله ورسوله أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثنا عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد الله بن عمير عن عبد الله بن حبشي للخطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن طلق بن حبيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب في الله وأن يبغض في الله وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا أخبرنا يسويد بن مصر قال حدثنا عبد الله عن شعبة عن قتاد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من أحب المرأة لا يحبه إلا لله عز وجل ومن كان الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإسلام من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن عبد الله بن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الثفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا إليه يسأله ويصدقه ثم قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعود الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تيد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العادة لترعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال عمر فلبثت ثلاثا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر هل تدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم أمر دينكم أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن أبي فروة عن أبي زرعة عن أبي هريرة وأبي ذر قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه وإنا نجلوس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه إذ أقبل رجل أحسن الناس وجهه وأطيب الناس ريحه كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم في طرف البصاق فقال السلام عليك يا محمد فرد عليه السلام قال أدنو يا محمد قال أدنه فما زال يقول أدنو مرارا ويقول له ادنه حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أخبرني ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت قال نعم قال صدقت فلما سمعنا قول الرجل صدقت أنكرناه قال يا محمد أخبرني ما الإيمان قال الإيمان بالله وملائكته والكتاب والنبيين وتؤمن بالقدر قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال صدقت قال يا محمد أخبرني ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال يا محمد أخبرني متى الساعة قال فنكس فلم يجبه شيئا ثم أعاد فلم يجبه شيئا ثم أعاد فلم يجبه شيئا ورفع رأسه فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن لها علامات تعرف بها إذا رأيت الرعاء ألبهم يتطاولون في البنيان ورأيت الحفاة العرات ملوك الأرض ورأيت المرأة تيد ربها خمس لا يعلمها إلا الله إن الله عنده علم الساعة إلى قوله إن الله عليم خبير ثم قال لا والذي بعث محمدا بالحق هدى وبشيرا ما كنت بأعلم به من رجل منكم وإنه لجبريل عليه السلام نزل في صورة دحية الكلبي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد وهو ابن ثور قال مهمر وأخبرني الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا قال سعد يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم حتى أعادها سعد ثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال سمعت معمرا عن الزبري عن عامر بن سعد عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم قصما فأعطى ناسا ومنع آخرين فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا ومنعت فلانا وهو مؤمن قال لا تقل مؤمن وقل مسلم قال ابن شهاب قالت الأعراب آمنا أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمر عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وهي أيام أكل وشرق أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاء ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا عن إسماعيل عن عامر عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه أخبرنا حفظ بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعب عن ميمون بن سياه عن أنس قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا بذلكم المسلم أخبرني أحمد بن المعل بن يزيد قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه قال حدثنا أبو بردة وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قلنا يا رسول الله أي الإسلام أخضر قال من سلم المسلمون من لسانه ويده أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف جز Attorney أمور أن أην plans trails قالو م한데 أحمد يا رسول الله أحمد يا رسول الله أحمد يا رسول الله أحمد يا رسول الله